ممثل العراق القوى الجوية العراقي يستقبل في الدوحة الوحدة السوري ضمن منافسات النصف النهائي لكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم القوى الجوية العراقي حامل لقب النسخة الماضية يحتاج إلى الفوز من أجل حصد لقب بطل غرب اسيا والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة نحن أبطال البطولة الماضية فأكيد نحافظ على هذه البطولة وندافع عنها اليوم نشوف أن معنويات اللاعبين مرتفعة جدا الكادر التدريبي كل المحيطين بالنادي وهذا المطلوب ونحن يعني كلاعبين أنه أكبار بالفريق الذي نقول الذي أقدم أنه هو نحفز اللاعبين كيف أنه نوصل إلى المباراة النهائية الوحدة السوري سيدخل المباراة بفرصتين من أجل التأهل إما الفوز أو التعادل رغم حصرت النتيجة الإيجابية التي لم يحافظ عليها السوريون في لبنان بعدما قلص العراقيون الفارق في الدقيقة الأخيرة وانتهت المباراة بهدفين لهدف نتيجة تمنح العراقيين فرصة التأهل بهدف وحيد أكيد فريق أخوة الجوية فريق كبير وقدموا أداء كبير بهذه البطولة هو بطل النسخة الماضية من البطولة ونحن نادي موسهل نحترم خصمناهم بس إن شاء الله نحن جايين نربح لتلاك مصممين على الربح بقطر وإن شاء الله سنقدم مباراة كبيرة بإذن الله الفائز في المباراة سيكون بطنا لغرب آسيا قبل المباراة النهائية لبطولة الاتحاد الأسيوي فياترى هل ستكون سورية أم عراقية ترجمة نانسي قنقر